النقطة المهمة برضه في السؤال ان جات سيرة الترجيع قالت ان فيه لما بنأكلها مش عارف بس كود بيحصل ترجيع والترجيع ده مع وجود بلغم الترجيع مع وجود بلغم ألف بعد شر عليها ألف سلام عليها يعني وجود حلة مرضية هنا احنا سيبنا بقى الأكل خالص احنا دلوقتي بنتكلم في مرض الترجيع مع وجود بلغم حلة مرضية والترجيع هنا هو النتيجة وليس السبب الطفل هنا بيرجع بسبب وجود البلغم لأن الطفل مش زينا حتى فيه كبار ما بيعرفوش يتخلصهم البلغم ده بسهولة فاهمين أصلي؟ الطفل بقى يعرفش يتخلص بالبلغم أصلا فالبلغم ده الكتير ده بيبلعوا الطفل فلما معدة الطفل أصلا صغيرة خالف فلما ينزل فيها البلغم ده الإفرازات دي يقوم الطفل بقى مع أول أي حاجة بنحطها له في بقه أو بنأكله يحصل استفزاز للجهاز الهضمي جدا ويحصل ترجيع فالترجيع هنا مبني على أنه فيه بلغم والبلغم ده بسبب أنه فيه مرض أنتوا فهمين قصدي؟ يعني حضريك ماسك السؤال من زاوية تاني خالب بتقولي أنه ما بتاكلش لا هو هنا هتاكل إن شاء الله هتبقى زي الفل بس هي لازم تعالج خلاص؟ وكمان في النقطة دي بس قبل ما نسيبها في نقطة الأكل برضو أنه فيه خطورة كبيرة جدا من الضغط على الطفل عشان الأكل مش أنا قلت لكم في الأسباب الستة إن الطفل ممكن يرفض المناخ المصاحب لتقديم الطعام إن إحنا بنضغط عليه أو بنزعق له أو بنتكلم بعصبية أو شايف ماما متوترة أو الكلام ده كله الضغط على الأكل الضغط على الطفل عشان يأكل غلط جدا جدا ده فيه أمهات يقفلوا مش عارف مناخير ابنهم عشان يفتح بقه يعني ده غلط كده عشان يحطوله الأكل الحركة دي بتخلي الأطفال ترجع أنا هنا بتكلم بشكل عام مش بتكلم على السؤال ده لأن السؤال ده الترجيع ممكن يحصل بسبب الضغط وبيحصل مؤكد بسبب البلغم طب نيجي بقى الموضوع البلغم ده ما هو البلغم ده عرض ما هو ما فيش مرض اسمه بلغم لا البلغم ده عرض طبي خلاص يعكس حالة مرضية زي ما اتفقنا يبقى فيه ضرورة للكشف الطبي لأن أدوية الصدر المعنية بالتعامل مع الأعراض اللي شبه البلغم دي ما بتتحددش إلا بعد كشف طبي دقيق كشف طبي دقيق عشان بس تفهموا قصدي من كلمة كشف طبي دقيق دي إن هي إن الدكتور مثلا لما بيسمع صدر الطفل خلاص بعد كده بيسمع ظهره ما بيسمع ظهره ليه عشان فيه جزء من الرئة ما بيتسمعش كويس ما بنسمعوش كويس إلا من الظهر مش من قدام فاهمين قصدي وبيسمع حاجات معينة بيسمع حاجات في النسيج الرئة وبيسمع حاجات في الشعب الهوائية وهكذا تمام؟ ده غير طبعا أنا بتكلم على السماعة ده غير كمان الكشف الطبي بالإيد كمان فاهمين؟ ده غير الإنسبكشن اللي هو الكشف الطبي المبدائي خالق غير إنه بيسمع التاريخ المرضي من حضرة فلازم الكشف الطبي بناءا عليه بقى بيحدد دواء صحي كده؟ مش أنتوا تسمعوا سواء في ثقافتنا العامة أو ثقافة حضراتكم العامة أو حتى لما بنروح الصيدلية خلاص لو واحد كده راح الصيدلية ودي حاجة من الحاجات الوحشة قوي يعني لو واحد يروح الصيدلية أنا بتكلم هنا عكوبا يقول له أنا عايز دواء كحة فيقول له فالصيدالي يقول له يعني طب فيه رشدة يقول له لا بس نكبرش الموضوع لا هو الموضوع يعني ما هو مش كبير بس هو الدكتور برضو الأستاذ الدكتور اللي في الصيدلية هيقول لك طيب هي الكحة دي فيها بلغم انتوا فاهمين قصدي آه فيها بلغم مش بيديك أي حاجة هو المفروض أن البلغم ده فيه أدوية مزيبة لهذا البلغم وفيه أدوية طاردة لهذا البلغم وفيه أدوية مضادة للحساسية أو مضادة لمادة الهستامية الحاجات دي بتتحدد بناءا على الكشف الطبي اتقال برضو في السؤال إنها خدت جلسات علاج اللي هي الصدرية دي والجلسات علاج بالاستنشاق وما جابتش نتيجة يعني وكرحه الأكتر من الدكتور ترجمة نانسي قنقر